رأيها حضرتك إذا ما كان وهناك ده موجود الستة بتشتغل وجوزها بيشتغل وجوزها ما عندهوش المرتب الكبير ومحترم معاه في البيت وبيقوم بكل أعمال البيت وهي ما بتساعدش أبداً ما ستقول لا ده مرتبي لها الواحد يعني هي تبقى واخدة من وقتها ووقت ووقت البيت والولاد والكذا وبتحقق ذاتها لها هي بدون أي مساعدات في البيت أو مش أقول مساعدات يعني أخد من وقته وأخد مرتبي كله اللي هي أنا دي حريك بتشوف الحالة دي إزاي أنا بشوف يعني هقول كلمة مهزبة جداً بشوف الحالة دي سلبية جداً جداً مفروض تبطل شغل ولا مفروض تساعد شغل المفروض تبطل شغل المفروض جوزها يكبرها على أنها تبطل شغل حتى لو هو هيعيشها على قد مرتبه وبالمناسبة هقول لحضرتك على حاجة أنا لما اتجاوزت مراتي أنا ما مقدمتهاش معها وما طلبتش منهم إنهم يجيبوا لي حاجة قلت لهم أنا عايزها بشنطة يدومها علشان بص حضرتك بقى علشان لما جيب فوزة وأنا بشتغل وأجيبها وعلى لما جبت الفوزة دي أنا تعبان في شغلي فجيت اتعصبت عليها شوية عشان لما تيجي تنظف الفوزة دي تعرف أنا قدي إيه تعبت لما بجيبها وتعصبت عليها فاتحافظ عليها إنما تخيالي بقى إن لو الفوزة دي جاي بسهولة هدوك أسرح بس خبار صحيح توصد إنه بتحس بقيمة الأشياء اللي حضرتك تعبت فيها لازم كل ستة تعيش على قد دخل جزء جزء مش ما تشتغلشي وزي ما حضرتك بتقولي ما تحطش حاجة في البيت طب بتشتغل ليه ما هو ده بقى ده سؤال بتشتغل ليه إنه لو بتشتغلي حطي في البيت ساعدي برضو ما هي لو حطت في البيت هتقوله أنا بحط في البيت زي زي أنا عمش عاب إيه فأنت عايز تمنع الندية من الأول نهائي لو لو ما كانتش مضطرة للشغل للشغل طيب ده وجهت نظري وأنا قاسف معلش يعني لا بجمع أسف كله لا طبعا يعني وجهت النظر بتحترم أكيد يعمل